أنا في البلاتو اليوم المونجي ببراهيم محمد الفاني عودة راحب بك من جديد سيل منجي مرحبا كنا أيضا زمين من قناة حنباع الشيك ريكنزالي مرحب بك شيك نحكي شوي على منتخب مقابلة اليوم دونك سيل منجي مقابلة حاسمة نجمو يدخل من لعبية مكابلين في المقابلة من نوع هنا نفكر برشا مقابلة منتخب ليبيا اللي كانت حاسمة في التأهل المونديال الماضي كيفاش تكون التحذير خاصة نفسني للمقابلة هير هو رو اليوم التحذيرات اللي صايرة معناها متساش اللي كنا معناها السفر اللي كان في غينة الاستوائية وتروح بنتيجة غير إيجابية دونك اليوم كما نقول ونعودوها الكورة في سقيل الملاعبية اليوم أنت عندك فرصة باش تفرح الشعب التونسي و 12 مليون معناها اللي بشي تبعوا المباراة هذية لانا اليوم تينابالو درواء اليرير كما نقولو لانا الفريق زامبيرا والفريق نحبه لنكره سيلان كونيو للشعب التونسي لانا ولو فوزنا عليه 2-0 بعد الفوز هو اللي عاملو في موريطانيا ممكن نستسهل برشة الفريق الوطني التونسي عدو ميسيل في زامبيا وفوزنا الحمد لله غاديكا في زامبيا لكن الفريق هذا نقطة استفهام منذ سنوات لانا نتفكر واحنا 2010 أخذاء أرفيرونار 2012 فاز بالكاس الأفريقية معناها 2014 نفس المدرب خرجوا مدورة أول دونك اليوم باركنتر عندهم مهاجم منتراز عالي نارش يلاع في الشلسي ولا في اللايستر ذكا يلاع في اللايستر سيت فريمان جوار انكرويابل لكن من نجموش نقارن الملاعبة ما لعبش في الذهيو فلا من نجموش نقارن اللعبة ذهي المردودة متاعه في اللايستر بالكاس الأفريقية في اللايستر كما بالكاس الأفريقية في زامبيا نجمو يلزم يفو فير اتنسيون الحاجة اللي تنجمو تكون مهمة برشرة اللي بش تكون بريكنيزي في التران في لجور ديوماتش سيون فونكسيون بجوارات اللي عندك ما تنجموش تلع براهو أكا أكا ترصانس بجوارات ما عندكش اللي بش يمشي وعلى سماعة أنا قبيلا نحكي مع أخويا شاكر اللي يل بانس جوي انتروى معناها انتروى ديفونسور التالي حذري لأن اليوم انتروى ديفونسور اسكنوا ما عمام عمام العباء الخطة هذي مظهر يجي اليوم في مقابلة حاس ما يبدل معناها يعني قتلك هذي سيساء لانكرايب وسؤال الأهم مسلم هل هي قناعات منظر الكبير أو هي قناعات متاع الناس مش تاب على الإطار الفني متاع المنتخب الوضع التونسي مستشاريين ربما معطي لأنه فينا الماء بزرعة لخر قناعات فيش معناها نحبهم تدخل إطارهم أنا كيف تنسأل أنا نسأل ماذا بي نلقى جواب مستشئول مستشاريين معناها فما برشة ناس معطي نجموا يستشيروهم في الجامعة في الإطار الفني المواسعة متاع الجامعة في ناس خدمة تقبل نجموا يعطي ورايهم وهذا كان مش معهم متخب حتى مع الأندية في نسمعهم مثلا الملاعبية سابقين يعطي وراهم قلت راه مثلا انك ما توا لو كان بتاع رادج عادي في التهراج يقولوا لا يزينا متلاثة في اللاكس وصار بعد تأثير وتكلموا تقريبا الناس كله ترق دياب وغيره 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 صار تأثير وصار غير رادج عادي اليوم انه موندر الكبير عنده عامين تقريبا المنتخبتونس يلعب باربعة يلقى روحه اليوم بش يلعب ثلاثة في اللاكس أنا ما نتصورش انه هو في ثلاثة أيام بدل قناعاته مستحيل معتها يكون هذا الموقف متاع موندر الكبير هو مزال الكليام ربا ما مش مؤكد لحد الآن هو مش مؤكد لحد الآن هو مش مؤكد إن شاء الله نطلق غالتين أخي إسلام روحه المهم بارشا هو لو يحب يلعب سرتين مابش يلعب دراجر وعلي معلول معناه بورا فارا نابورو فانسيف فتتر في وقت تخسر الكورة علي معلول يولي هو تشكيلة المحتملة سلموندر حتى نعطيه هاتي مهما تكون لديكسكول موشي هو التشكيلة المحتملة واللي أقرب والناس اللي حاضروا تقريبا في الحساس التدريبية متاع النهارين الخرانية فيها فاروق بن مصفى فيها ديلان برون فيها منصر الطالبي ياسين مريح فيها دراجر فيها علي معلول فيها فرجاني سيسي العيدوني والخاوي ومعهم نعيم سليتي وهي بالخزي تقريبا هذي التشكيلة الأقرب احنا معنا المحتملة مش رسميا انت تروى ديفونسور راو كانت تفكروا برسلونة مع لويس بنغال ممشيتش معه لأن اليوم راولي تروى ديفونس لا نحكي لك معنا لي على نحكي لك على نبو دو لا تكتيك تروى ديفونسور راو مش من السهل تلعب افيك تروى ديفونسور ما هي تندانس في العالم التول توسي المنجي برشة ولا يلعبوا بتلاثة معتها تروى ديفونسور في اللاكس مش في النهار والليلة عندك ديماتشام يكو جرب فيهم ثلاثة في اللاكس ولا ستة في اللاكس انا نفضل منذر الكبير يمكن يقولك معتها سارة ديفونسور في المنتخب الوطنين في الديفونسور يقولك اليوم انا الهدف متاعي اني ما نقبلش بونتوس الهدف متاعك تربح اليوم ماركي هدف متاعك القدام اليوم بش لذي ماركي وعننا وخوي اسلام عنا لزا انديفيدواليتي انا كمشينا الغينة كان الهدف الماركي وبعد قبلنا دون فينا المان اذا يقبل اليوم منذر الكبير هدف كونتر زمبيا اللا لا يقدره تقولي مشكلة كبيرة المنتخب الوطنين تنوز يجب ان ترجع في ماتش نور والنور ما يهزكش ماتاواتيك ما وبالتالي التفكير صاير انه معتها نحصن الدفاع متاعي حتى لو كان ناخذ ريزك والتشكيلة ما تمشيش مع بعضها وجواريت ما لعبتش مع بعضها بالطريقة هذي هات ما نقبلش ونقعد ان يدوسي يجي في المنتخب تقريبا هذي تفكير منذر الكبير خاصلك سلمونجي فنيا شنية الجدوى من وجود 3 ملاعبية على جهة المين 3 ملاعبية على جهة اليسار اليوم في قائمة المنتخب في الوقت اللي هو يغزون التالي في البنك في ماتش اللي فيت معناها ما يرقش حلو الهجومية ويكتفي بزوز و 3 تغييرات من خمسة معناه هو راو ايش نقول لك راو السرطة موما وقت اللي انتي تشوف وتبقى روحك يلزمك تتعلم حاجة اذا كان ما ربحتش يلزمك تعرف كمش ما تخسرش ويلزم في نفس الوقت راه دل المومان ديفيسيل جسوما اي جوار ملاعب يكون موجود يلزم كسو سوى سورنبالاريتي ولا سورنجيس تكنيك اللي عودنا بهم يوسف المساكني وقت اللي يبدأ ان جراند فورم يخلي يكري يعمل لك حاجة اللي هذيك بش وتسهلك المأمورية لان اليوم الفريق الزمبي اذا كانت سجله في اقرب وقت هدف تتو تشوف الفريق الوطني التونسي بشيال ويالي يلعب افيكي نوتر معناها على الملاعبية على البنك لدي الاختيارات انتع تلافة ملاعبية على الجهة اليمين تلوى تلافة مدافعين على يمين يلزمك تعيش دراج الكشري ده مفلوسي معلول حديدي العبدي ما متخب عنده هكا معناها فاليفك ما فاماش ما فاماش لكن اليوم هني خط لك انا روه دي يمكن الفات اللي الدور التونسي معناها ما عندوش برشة من اللي يبدأ بتاترو معملا بلوس على جورات ونسي با هذه حاجة إزمك تعيش مع اليتار الفني وتحضر في التدريب وتشوف شنو الستي ماشي انتع سي منظر كبيرس كسين اسبري الحاجة الباية اللي في الفريق الوطني التونس كيتمش تلعب ضد زمبي ولا غينيا ولا موريتانيا توني باوبلجي دو فرلو جور ميسيرش اما لكن لازم كيفة اريدو الواء وكفاريقوش باش تعمل باش تصنع الجور قال أخويا شاكر قبيلة قال حاجة كيف ري يترود انترفونسيونيزم في الكورة التونسية يترود تم جوارات ما عندهم مش مكانتهم في الفريق الوطني التونس يلقوا الوحهم موجودين في الفريق الوطني التونس سلمونجي واسلام أنا مثلا من الحاجات اللي ما نفهم هاش ونحب الحق معاتها جواب واضح ما تحكي ليش انشاء وحكايات هل فما منتخب في العالم فيه زوز حراس يتم استدعاءهم يلعبوا في نفس الفريق أنا مريتش هل فما منتخب في العالم الحارس في جمعيته ما يلعبش والبناك يلعب مستحيل هل فما منتخب في العالم ما عندوش رأس حربة واضح واحد يحط لي الكورة في الشبك هل فما منتخب في العالم كما يحكي اسلام تلقى ثلاثة على المين وتلاثة على الميسار وتلقى سبعة ثمانية في الوسط وما تلقاش شكون اللي يعطيك الكورة في غياب مثلا ما نعرش أنا سخيري ولا في غيره نلقوا مشكل كبيرة برج اليوم فما أسألة يلزمها إجابات واضحة ومقنعة للشعب والجمهور تونسي ها وعليش أحنا ننتقده المنتخب الوطن التونسي مش لأنه خسر مع غينيا ولا غير غينيا خالي نزيل لك سؤال آخر شيء قبل كشبت قلت محمد راقر في تشكيل أساسية قد ما نعبش أساسي أقل أضعف الإيمان بعدما كان أساسي يكون على البنك حتى يكون راقر برجا أسألات تطرح على المنتخب الوطني التونسي أنا نحب نقول المنجي والسلام والناس اللي يسمعوا فينا أنا نحب نقول الماتش اليوم له منذر كبير وليه الجامعة وليه هير الماتش اليوم لامور بروبر متاع المريول شفتوا في المقابلات الماضية هذا فما أسمع أشوف أنا مثلا نتبع في الرزولتات منتخب مصر يجب رزولتات بوزيتيف قعد معتلا رابح دوزة عام كونتر الجابون ومحمد صلاح مركز الهدف الثاني متاع لخلي نقول تهني المنتخب المصري على الكاليفيكاسي بتاعه أنا أقول اليوم وهبي الخزري يجب يهز لكيب ناشونال على ذهره شو معناتها يزينا مركز دور متاع وهبي الخزري اللي هو كابيتان وكيين اليوم وهبي الخزري يجب يكون مصر حبي نثبت في اللي قلت ومصر مترشحة من قبل شكرا ايه مترشحة ما فينا المون معناتها الانتصار متاع اليوم مع الجابون يزيد يخلي المنتخب المصري يمشي معنا بأكثر معنا معنا طموحات في الدورة القادمة ايه مترشحة ايه مترشحة مترشحة متفهمين مترشحة رجعت من بعيد لو كانت خسر المبارد اخيرها 2-0 ورجعت 2-2 انا شحبيت نقول حبيت نقول اللي انا متأكد ان المنتخبتون سي اليوم بشي ترشح اسلام ومتأكد اللي ملاعبيتنا بشيعملوا بريستاسيون باه ومتأكد اللي ما هوش التعليمات متاع المدرب ولا التشكيل متاع المدرب ولا التكتيك متاع المدرب هو اللي بشي يصنع الفرق ولك فما برشة حاجات يلزم اجابات واضحة عليها يلزم المدرب الوطني يقول لنا علاش نختار هذا وعليش ما نختارش هذك ويزينا من الهروب الهروب الى الوراء والله هنا رزولتات موجودة وقاعدين نربحوا والله احنا الاستاتيستيك متاعنا بهين ايه وكي الاستاتيستيك متاعنا بهين ما شكون ما شكون ما شكون كان اليوم جينا في بول سمحوني كان جينا في بول مع الكامرون وانا مع ما شوف كود إي World والكامرون وغانا وجنوب فريق يا المرح وغانا وجنوب فريق واتزير وبركينا فاسو معت 허ليوم رنا نلعب مع زا były ومع غينة ومع موريتانيا غينة الاستيوائية مش غينة غينة الاستيوائية بالضبق كان حتى جد غينة فنوz ونا بالدروان كونو عاشرة عاشرة قبل الجورني وقبل الماتش الاخراني وزنبيا طامعة بش تترشح نحط البرسيون على رواحنا اما قلت كلمة محلة قبيلة على وريني فريق ماندوش افن سانتر ومن فماش همش قولك حاجة عطيني فريق في اوروبا زاد اليوم ولا في افار البريزيل ولوريجوي الامريك دي سود اذيك حاجة اخرى ماندومش انا فانتر اترانجي الكل ماندوش افن سانتر اترانجي انا مرة قلت لهم قلت لهم سي انا با تروفي لازمنا نلقاوين سوليشان وعننا الناس عمانيها دوميلكات سافر اي وعننا الناس نجم تسافر وتجيب لك انا فانتر معناها فريمان لابانسانتر اللي نجم يعمل فارق بيرمينيخ عندها الالمانيا غنابريا ذاك يلعب في المانيا زاد نفس الشي دياغو كوستا تراوري اللي يلعبتوا في فولفيرامتون زاد عملوا لناشناليتي الفريق الاسباني في مسلحة فرنسا كيف كيف يعطيني فريق في العالم دياغو كوستا وقت يلعب مع الفريق الاسباني اسباني وقت يلعب بالكدير وبرزيليان وقت لي ملعبش بالكدير دونك اليوم انا با دو بوان دو روبرو نيفو دلاتاك حدي نستعملوا في وهبي الخزري بور مواسي نافي دمية ولا اني الكترون ليبر لا يدك عليش ناجح هو في سنتيتي لانه في نالمانسي دونك في نالمان لانه يلعب هو معتا في البوست اللي يحب وهبي الخزري اليوم وهبي الخزري مع المنتخب التونسي سلمونجي يشوفنيها في الماتش الأخرين يرجع فورك فالكورة معتا ساعات نلقاوها معتا في بعض الوضعيات نلقاو سيف الدين الجزيرة عامل بلوكاج لوهبي الخزري ويحكيو مبعاظهم الكوميليكاسيو معتا في نالمان فم مشكلة حتى في الديسبوزيتيف متعليكيب نيسيونال يلزم اليوم نوضحه كنوهبي الخزري بشكون هو ما غير ما نحصره بجوار اخر يو اللي معناتها فما تفاهم قدش مرة يصير بنت وهو والمهاجم الثاني في المتخب ما جاوبتنيش خبيريك احسنت كتبت من السؤال فهم لعبية محميين اليوم في المتخب نحكيو على مثلا سيف الدين الخابي شنو اللي يقدم فيه في بطولة فرنس ولا حتى شنو القدبه عن المتخب بش يكون موجود محمد راقل كيف كيف ما يلعبش في جامعيتو اه تونكتي ما ما لعبش حتى ماتش في هولندا يكون موجود دلون في المتخب رغم ليسايد معتا ماشي جاي ما لعبش حتى في المتخب فهم لعبية محميين انا ما عشنا ما ليش ندافع لكن ساعدت قيلة نقال له عرض متاعه يقول كي يقول لك ليه ما نجيش حتى بطريقة هذي شنو رايك هو هو في نالمان قتلة الاسلام الحقيقة معتا فما برشة اسألة تطرح حول المنتخب الوطني التونسي فما مش لم تعدي سيبليد في المنتخب الوطني الت مهما كان قيمة الملاعبي ناجم الملاعبي يرفض المنتخب الوطني التونسي وقت الملاعبي يختار المقابلة متاعه وصار تقبل صار تقبل في عديد المناسبات وهبي الخزري ما يقول راني انا ما عندي بلاسير وما يجيش المنتخب الوطني التونسي بعد نهرين نلقوه يلعب مع سمتتين جورني في فا ينبال ادروع شكرا انا نحكي لك هذا صار انا بش ماتا سمعني نعيتلو جلو كنفوك انيكيب ناشينال مضروب ولا مش مضروب نعملو ان كنتر فيزيت ونعيتولو بشيكون مع ال ناسينال سلمونجي سير بموافقة الجامعة هذا يكون لديك هاجه اخير لاعبين خاري اخر يخرجوا مستجد تكبر شملات مع واهبي مع يوسف مع فرزياني خرجوا اي خرجوا هدك ساناكور انتر لديو بارتي اوكي اما اليوم تونيبال ادروع مكشى عمليم زي انتي تجي بشتلع في اللي كيب ناشينال اليوم ثم جوارات انا نقول للي سؤال فا قد سلمونجي انت ملاعبي مصابنا ما موش يعمل يقعد في جمعية وداوي هكا ولاي ايو ميلعبش انا اليوم يوسف المساكن نشوفي ابط فستوريات في تركيا بعض جيل تونس نعاش ناسك نرمال ولا لا حمنا سلمونجي فاني قد سيضاء فاني وبالترسي في تركيا يضاء يمشي سمعني هو في قطر من احسن نفهم اثبيتال غادي موش خليل في قطر يمشي تركيا فالما جورت نعطيك هاجه فالما جورت من سوائسرا من فرنسا ومن المانية يمشي والقطر بش يضاء لذلك لدينا أكبر من الفريق الوطني التونسي هذه هي نرور مونيمنتال لأن حب الجمهير ليك رأي مهيش من السهل لأبطنسي الحب هذا لكن اليوم جوارت إذا كان هما موجودين في الفريق الوطني التونسي جورني فيفا وجوار اللي قول ما نجيش وتعملوا كنفوكسيان وكي ما قلت انتي يلعب من بعد في جامعيتو خاطر في بالك الجوار كتاعت لو انتي وما يجيش ينجم يكون سوسبندو pendant الكوب دافريق بالأفريق بالجورني فيفا سوف كي ما قلت انتي ان انترل ثم انا كورا انترل للدو بارتي اسمعني الموبال هذي ما تعايت ليش سايرا مع برشا حتى الجوار موجودة لا اشي انتر متقربات ام لعبية تحكم اليوم كمتقرب جسو انتر ماندا كوراية نقطة ضعف بتاتر ضعف انا علش شوف اليوم انتي تشوف برشا في راق توفى في تونس ديما توفى تشوفي لتوال رجل ما سيفاوزي البانزارتي سمعني بلغ بالطوف فيل من الجامعة يقول السلس الاتحاد من جديد الجامعة تونسية الكرة القدم مؤكداً ما يلي أن الاتحاد الافريقي عدم سماح دخول الجمهور المقابل تونس وزنبيا بالتاريخ اليوم وقد أعلن بذلك الجامعة تونسية في مراسلة سابقة وأن بلاغ وزار شباب ورياضة يتعرض مع قواعد وقرارات الاتحاد الافريقي وأن عدم احترام القواعد هذو معناها بشعرض المنتخب معناها تقرارات تأديبية من الاتحاد الافريقي بالتالي نرمال مو هكذا معناها مش يدخل الجمهور للمقابلة وتتواصل الحربة متاع البلاغات كيف اشتقالها الشيكرة أنا قتلك اسلام كانت عندي الحقيقة مش خطر معتها ميفين المون المعلومة الرسمية اللي كانت عندي من الاتحاد الافريقي أنه متجه أنه بش يرفض معتها فرض دخول الجمهور لأنه راه هذا يعتبر تعصف على الاتحاد الافريقي يقولك أنت كدولة تختار تلعب الجمهور ومبعض قولي لا بالسيف نحب نلعب الجمهور راه الاتحاد الافريقي يقولك راه وهذا تقرر الوقت اللي تبدأ تلعب في الشمبيونات بتاع بلادك هذا ما تشراه فما منتخب آخر وفما تحذيرات وفما لوجيستيك وفما نومبر وفما تيكيات وفما بروتوكول صحي مش على كيفك معنات وقت اللي تحب وبالتالي أنا قلت إن شاء الله صوت الحكمة إن شاء الله المقابلة تتلعب للجمهور ومبعض لكل حادث نحن نعرف شنو الموقف الوزير في السيارة الكل أسكن المال اللي قاعد يعم فيه الحقيقة معناتها الحقيقة صدقني أنا يا سلام كنت نتخيل إنه تنجم تصير العركة وتنجم مش الدرجة إنه نلعب بمصلحة تورة القدم التونيسية يا ناس يهديكم راهو ما زالوا تقريبا إحنا طوال أربعة ما زالوا أربعة سوية على الماتش يهديكم باقي الاتحاد الافريقي نعودوا الرسلوه ونقولوا له راهو الوزير شهد صحيح طوهكا معقول ما وقالك راهو بالجمهور ألعب بالجمهور وخرج يا وزارة بالي قول راهو بعد كذا كذا وبعد الاتحاد الافريقي راهو المقابلة بلاي جمهور وتوفى المقابلة ونقعدوا ونتحاسب مثالش إذا الجامعة غلطت مثالش نتحاسب إذا الوزارة غلطت نتحاسب إذا وزارة الصحة غلطت نتحاسب ولكن مش بالفرض مش بالقوة راهو بدخول الجمهور وني فاتك أغرب أنت فيما برشة جامهير بش تمشي راهو لأنه يقولوا في يقول لك بلك أدرني ممون نجم وندخل هذه الحاجة مستحيل 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 سيمون جيش ماشاء الله أنت وإسلام احذرنا في برشة مقابلات على مستوى دولي مستحيل القرارات عمرها ما تتقبل بساعتين بطوئتنا إذيك أتصير لا 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 مستحيل 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 الاتحاد الافريقي يقبل دخول الجمهور وإذا دخل الجمهور وإذا دخل الجمهور راهو صار تعصف على الاتحاد الافريقي وعلى الفيفا وستكون عنده تابعات خيبة برشة وهذا شيء ما نتمنى ولكن الإسلام بربي احنا حكينا برشة على المنتخب الوطنين تنسي على الملعبية مثلش نوفاو حتى كانت حب معتها بنوت بوزيتيف لأنه الحقيقة ملعبية الملعبية الملعبية هذة بنفسهم ما ننسيوش اللي هما فرحونا أنا عندي إيمان للجنراسيو هذي من ناحة المفمرة بالضبط ما ننسيوش زادة الماضي القريبة نمشينا الدومي في نال في كوب دافريق إن شاء الله اليوم بإذن الله تعال باش نربحوا منتخب زامبيا متأكد إنه المنتخب الوطنين تونسي باش يورينا وجه ما خير لأنه المسؤولية حاسين بها الملعبية وصارت اجتماعات كما كان يحكي سلمونجي على مستوى كل الأطراف بين الجامعة بين الإطار الفني بين الملعبية نفسهم وأنا نعرف الملعبية المنتخب وقت اللي نستنعوهم الحقيقة في اللي رونديفو الكبار جنرال ما ما يخدلوناش إن شاء الله بانشانس للمنتخب الوطني التونسي وإحنا عنا ثقة فيهم لحقيقة معنتها ومتأكدين اللي الفالور بتاع المنتخب الوطني التونسي لاتنجب توقفها زامبيا اليوم ولا غينيا ولا موريتانيا ميزيل عنا قديه ومزوز ماتشويت في الباراج وماتش اليوم معتها تسعين في اثنين مئة وثمانين وتسعين دقيقة اليوم باتيون وسبعين باتيون وسبعين دقيقة باش نكونوا موجودين في قطر ما نصورش للملعبية نجمو إيراتي والفرصة كما هيد لحقيقة منطق كلام شيك منتخبنا يفوق برشا حتى بخلاف المدرب بخلاف مسؤولين منتخبنا حتى فنين أقوى برشا منتخب زامبيا ما تحش قد نكبر فماتشك ثم الليزمو أقوى أقوى أنا جسو دكار هني قطلك اللي شكالي سيك مش غيني الاستوائية كانت منتراز عالي أحنا ما كناش في المستوى للسجور لا تو سمبل ما اليوم ثم محليها الرياضة لأن أنت حتى في مباراة تنجم في درجة من زمان تكون أخي بلاعب في العالم الدرجة اللي بعده تسجل هدفتو الجمهور الكل يصفق عليك وذي يلزمنا نقبلوه الأشياء هذه والملاعبية بشيكونوا جاهزين من شنو اللي صار ما بين الملاعبية الكل وإذا كان اليوم عندك ديتات بونسانت كما الخزري مثلا اليوم الياسس خيري ما وشيش تكون موجود لكن الميساج سرتين مورة بعضهم لجوارة الكل دونك اليوم بقدرة ربي أنا كيف كيف كيم أخويا شاكر متفاعل وإذا كان نسجلوا في أقرب وقت نجم تكون نتيجة عريضة للفريق الوطني التونسي لكن هذي فرصة بشي فرحونا بشي دخلوا الفرحة للجمهيرة التونسية ونخليوا رواحنا نحضروا الكوب دافريك ولا كوباراب دون دي بون كونديسيون يا رايي الكوباراب أقبل الكوباراب أقبل موسيقى دون دونسي لذا ستكون موجودة كتابة من الأنمي هؤلاء قدس في القناة لا تقال ليس قرار بشكل جيد ويشد أن تقال بشكل جيد ويشد أنك تشكي بشكل جيد هذا يجعل نقطة القوة بالترابة للفني إن شاء الله اليوم أعطى الوقت في المستوى الذي يقوله حدث في ساقه للملعبية يكون للملعبية مطلقة بشة أن يحط على ساقه أن يتم في المبارا وما هناك ومن المتجاجين أمام في المبارا ذات المليكفة دولة ملادية اللقاء سوف يقتح للملعبية في المتجاجين حيث كل مرة في 10 أو 15 مرارة كان هذا مليئًا لقد كان لقد كان أجل كنت أجل ولكن نتحدث أنه حبتًا أن اليوم أحبب نواتي تعالي لمنع الأرقل فهو لابد خلالي للتعالي كان للمرة لأنه قد يمفه في أهل المصري دراجر مالغرير لمنك دو كمبتيسيون إذا كان عمل عليه سيماندرك بير شيف اللي بندان لسيانس دونتر المان إلي بري وهذا يتحمل مسؤوليته لكن اليوم وجدي كيشريده إلي لا دونك ثم دي بوسيبلتين وإن شاء الله وبقدرة ربي إذا كان نسجله في أقرب وقت الفريق الزمبي بشيخرج من السكتير متاع والخطر يحب يحاول هو زادة ونبو دو دو الجو الجو ان كنتر احنا اليوم راو الحاجة كيبتر لميور سيناريو قصيب سيدي مركيه لبليد قصيب بشتخرج الفريق الزمبي وعننا جوارات كيسان قابل دفر لدفرنس في الزاقسين في الزاقسين أنا نتمنى والله نقولك واحدي واحدي في الدار certainement الناس ممكن يسمع فينا بشي قولك هذا نقولك واحدي واحدي نبدأ نحك في الدار 2 3 4 0 أعطيني واحدة منه هنا مذبية 4 0 شك متفق البرش لانا جي كنفيانس دون ليفكتيف الموجود اللي بلوز امبرتان سي لاسينكرونيزازيون ما بين الرأس والساقين اليوم ستسينكرونيزازيون يجب ما تكون موجودة لانا بشتدخل الفرحة لشعب اللي يستهل الشي هذا لانا الناس تعيش كورا وتفرح محلاك الدموع متاع الناس كي تبدأ الفريق الوطني تونسي رابح كساسوان ساة والرجال وحمد الله ربي بقدرة ربي إذا كان نعرف قيمة الفريق ذاية دون لي مومان ديفيسين نلقاها بقدرة ربي ثمك الخير إن شاء الله أعطيني برونستيك شيك برونستيك الحقيقة أنا نقول المنتخب التونسي بشير بح نتصور أنا زيرو سافايتر معتها ماتش سريع شاء الله حتى اشتر بونتو أنا نتصور سافايتر ماتش سريع ما عندي ثيقة في المنتخب الوطني تونسي شتو خسر عشي أنت نخسر عشي أنت مش مشتر سلمونجي دونك حاجة واحدة نقول رو معتها الحقيقة على مستوى تونس ومستوى زمبيا نتفرش فيها زمبيا في عديد مقابلات مش كان حتى التو حتى معتها تلسمون بتاحها رو في فارخ لاني سبعة وثمانين نحن هنا في 26 يام دونك فينا المون فما رو بناتنا قارة أفريقية كاملة وبالتالي نظن المنتخب الوطني تونسي الفالور متاعه خير وقادر المنتخب الوطني تونسي أنه يرجع بالترشح وسلمونجي كلما نكمل بها رو تواسة مش بشيبكي وبالفرحة اليو كنت رشحوا للدور الأخير تواسة راهم يستنوا في كاليفيكاسيون للمونديا وهذا متعودين بها ماهيش معتها مقابلة وانتصار ذات زمبيا اللي بشي خالي تواسة يخرج وليفرقه وزمروا وعايتوا في الشارع لأول مرة مونديال في قطر لأول مرة في الفترة الشتوية لا الحمد لله لا قطر قطر ستريز امبرتون لانا تباركالا عن أخواتنا وكل موجودين غديكا وصورتو في فترة شتوية تونيزية تونيزية معك ربي ونبي شكرا لك شكرا لك شكرا لك نكمل في البلاي اليوم شكرا لني سيجويني في الإخراج ولمديوني في الإخراج رقمي أجمل تحيات إسلام المتب